اشتركوا في القناة وهي تنعم بالامن والتقدم وبمزيد من الازدهار والتطور وتتزمن احتفالية العيد الوطني هذا العام مع احتفالات مملكة البحرين واليابان بذكر اليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاما على بدل علاقات الدبلوماسية البحرينية اليابانية التي تم انشاؤها عام 1972 للميلاد وخلال كلمته أشاد سعادة السفير بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلاقات بين البلدين في جميع المجالات واكدا حرص مملكة البحرين على الارتقاء بهذه العلاقات نحو فاق أوسع خلال الفترة القادمة من جانبه عرب سعادة السيد تاقاكي كي نائب وزير الخارجية للشؤون البرلمانية الياباني عن خالص تهانيه لمملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية السعيدة مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر